كل ما يخص التعبير الكتابي عن المتحف في هذا الفيديو جام ونواصل إذن نبدأ أولا في موضوع هذا التعبير الكتابي في البروجة 2 سيكنس 1 المقطع الأول من المحور التالي وجدت الكثير من المناشير عبرها منصف الفيسبوك أو الفيديوهات في اليوتيوب أو غيرها تتحدث عن البروجة كما أنه وصلت لي رسائل كثيرة في المسجر وتعليقات في القناة تطلب مني هذه الحصة حيث التعبير الكتابي عن المتحف قبل أن أبدأ الحصة رأيت أن أوضح لكم وأعطيكم صورة عن الموضوع أولا هنا موضوعنا عن المتحف في هذه الوحدة أو هذا المقطع يعني سيكنس 1 ما هو مقرر مقرر أن التلميذ يقوم بإعداد برنامج لزيارة متحف ثم يحكي عن رحلته دونك دو برنامج لزيارة متحف ثم يحكي عن هذه الرحلته هذا أول شيء يعني ما هو مقرر ثانيا ثانيا لماذا توجد الاختلافات الكبيرة بين الموضوع لماذا بعض الأساتداء أعطوا يعني أعطوا اقتراحهم كبرنامج فقط وهذا كبعض الأساتداء من اقتراح تعبير كتابي فقط إذن هنا أشير لكم إلى نقطة جد مهمة كل تلميذ يتبع أستاذه فالأستاذ هو السيد القسم يعني إذا رأى أن تلميذه أستوى تلميذ لا يصلح أن نقدم لهم الحصتين معا يعني البرنامج والتعبير معا فهو حر فهو من يتحكم بالوضع حسب مستوى تلميذ فأنتم إن قمتم مع أستاذكم فقط بالبرنامج فعليكم بالتركيز على البرنامج وفقط برنامج الإحلام ثم من قام بالعمل في حصة استعبير الكتابي مع أستاذه في قسمه على شكل فقرة فليركز على الفقرة ومن قام بالإثنين معا فليركز عليهم معا هنا الأستاذة يختلفون يختلفون وأيضا تختلف أقسابهم ويختلف تلميذهم فعل دونك كل تلميذ يركز على حسب ما أعطيه له في قسمه وفقط إذن هنا لذيق الوقت ونقص مستوى التلميذ في اللغة الفرنسية عبر كامل التراب الوطني للأسف بسبب الوضع الصحي وغيرها ارتاء الكثير من الأستاذة القيام بالبرنامج الاكتفاء بالبرنامج يعني بروڈوكسون إكريت على بروڈوكسون بروڈوكسون وفقط والذي سنراه في الفيديو القاتم إن شاء الله وترك الفقرة إلى الوحدة الثانية إن شاء الله سلام